السلام عليكم اهلا بكم في حالة جديدة وصورة جديدة والنهاردة هنقدم فيديو جديد من سلسلة صور النجوم الراب والنهاردة الصورة اللي معانا وهي صورة سانتا في اغنية الارصاد وفي السلسلة دي انا بعلمك تعمل صورتك زي نجمع الراب المفضل ليك زي مثلا صورة مروان بابلو في اغنية كنترول وكمان اغنية غابة وصورة وجز فيه اغنية على راحتي وكمان صورة اسياد السود ومش بس كده كمان صورة شاهين في اغنية سيري واغنية ايد هوند ومن غير ما اطول عليكم اكتر من كده تعالوا نروح لموضوع حلقتنا النهاردة يلا بينا خلينا زي ما تعودنا ان احنا في السلسلة دي بابتدي اقسم الصورة على كذا خطوة عشان نبتدي نوصل لنتيجة كويسة ونقلد الصورة بالزبط ورقم واحد معانا وهو تحليل الصورة لما نيجي نحلل الصورة اللي معانا دي هنلاحظ ان الخلفية مختلفة شوية عن اي خلفية الصورة انا قدمتها قبل كده يعني مثلا هنا فيه تأثير على الخلفية احنا بنسميه VHS والتأثير ده بيخلل الصورة كده حاجة مختلفة وبتميز الصورة اللي هو بيتحط عليها ورقم اثنين هنلاحظ ان الجناب من الصورة دي لونها اسود وهنلاحظ ان سانتا هنا رافع ايده عشان فيه شمس جاية من ناحيتها والشمس دي لها علاقة طبعا بمعنى الاغنية اللي هو بيقدمها واخر حاجة طبعا وهو سانتا ذات نفسه هو متصور بطريقة معينة وده هينقلنا الخطوة رقم اثنين وهو طريقة التصوير هتبتدي انك انت تتصور صورة شبه الصورة اللي انت شايفها معانا النهاردة وتركز ان الصورة اللي انت هتتصورها تكون شبه الصورة اللي انت عاوز تقلدها ونروح بقى الخطوة رقم 3 معانا وهي طريقة الشرح ونستخدم فيها برنامج بيكس ارت عشان يساعدنا في موضوع الطبقات وموضوع التأثيرات لان ده افضل برنامج بنستخدمه على الموبايل عشان نبتدي نعمل صور للفوتشوب فتعالوا نروح للشرح يلا بينا وفي الشرح هنمشي على خطوات بسيطة عشان نوصل للصورة بتاعتنا واول حاجة هنعملها ان احنا هنفتح البرنامج عادي وبعد كده هتجيب خلفية سودا او اي خلفية عندك مش هتفرق احنا كده كده هنغطي الصورة كلها بعد كده هنبتدي ان احنا نيجي هنا بس عند استيكر ونكتب هنا في البحس نكتب حاجة اسمها VHS وهندوس بحس هيظهر لنا الحاجات دي كلها هنبتدي ان احنا نختار ايه الستيكر ده وبعد ما بيحمل بيبتدي ان هو يظهر معانا كده بس هنبتدي ان احنا نلعب بس في الالوان بتاعته شوية فهنبتدي ان احنا واحنا محددين عليه نيجي عند ادجاست ومن ادجاست هنخلي برايتنس لحد موجب مية وهنخلي الكونترست لحد سالب مية وهنيجي هنا عند الهايلايتس هنخليها موجب مية ونيجي عند الشادو نخليه موجب مية برضو وبعد ما بنزبط الستيكر ده بندوس على الصح مرة واحدة وبنبتدي ان احنا نيجي هنا تاني عند استيكر ونبتدي ان احنا المرة دي هندور على حاجة اسمها ظل اسود وهنبتدي ان احنا ندور على ظل شبه الارض اللي كانت مستخدمة في الصورة وبعد كده بنختار الستيكر ده وانا عدت شوية ادور عليه لو انت ما لايتوش زي ما انتم متعودين بتبعتلي على الانستجرام هتلاقي اللينك في الوصف وبعد ما بزبط كده المقاس بتاع الستيكر ده هبتدي ااجي هنا عند الاستيكا بعد ما بزبطه وهبتدي امسح الاشخاص دول وبعد كده ببتدي ادور على اي صورة صودة بجيبها من على جوجل بجيبها من اي مكان هي خلفية صودة سادة خالص وبعد ما بجيب الخلفية الصودة ببتدي ان انا ازبط المقاس بتاعها كده زي ما هو كان مزبوطة في الصورة بالزبط وبعد ما بزبط الجنب الاسود ده ببتدي ااجي هنا عند ادفوتو وبجيب الصورة اللي انا اتصورتها وبعد ما بجيب الصورة هبتدي ااجي هنا عند علامة المقاس وابتدي افرغ الصورة من الخلفية اللي هي متصورة عليها وبعد ما بتخلص قص الصورة بتبتدي انك انت هتزبط الحجم بتاعها من ناحية دي ولكن تخلي جزء كبير ناحية جوة وتبتدي بس نشيل الزيادات اللي تلعت معانا وبعد ما بتشيل الزيادات من الصورة بتاعذك بتبتدي انك انت تيجي هنا عند الستيكر وتكتب في البحث كلمة شمس وهتزهر لك الحاجات دي هنختار منها الستيكر ده وهنبتدي ان احنا نجيبه هنا ورا الشخصية وهبتدي ان انا اقلل الشفافية بتاعته شوية وهبتدي كمان ان انا اجي عند بلند واخليه سكرين هنبتدي برضو ان احنا نزبطه كده شوية بحيث ان هو يزبط معانا ممكن نخليه من قدام شوية كده عشان يكون نطالع ما بين الايدين بالزبط زي ما احنا معاوزين ونبتدي ان هو نخلي التأثير بتاعه جاي على الكتف والوشي بحيث ان هو يكون وقع شوية وبعد ما بزبطه كده بحيث ان هو يكون بشكل مظبوط ببتدي ان انا بدوس على علامة الصح بعد كده وببتدي بقى ان انا اجي هنا عند حاجة اسمها وابتدي ازبط الالوان كلها مع بعض بحيث ان هي تزبط كل الصور اللي معايا مع بعضها وبعد ما بتزبط الالوان بتاعتك بتشوف لو الصورة بتاعتك محتاجة ان هي بتحط لها فلتر معين بتحتاج انك انت تحط اي فلتر مناسب ليك وبراحتك وكل حاجة ترجع لك واي مساعدة تقدر تبعتلي على الانستجرام لو محتاج مساعدة او محتاج تكون خلص حلقتنا النهاردة اتمنى ان هي تكون عجبتكم واتمنى ان انا اكون بافيسكم لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لي لايك وكومنت ولو بتتبعني من على الفيسبوك ما تنساش تعمل لي فولو لايك للبيج ولو بتتبعني من على اليوتيوب ما تنساش تعمل لي سبسكرايب للقناة وكان معاك يحيال شفعي والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة